قادر الأهلي بقى إيه اللي بيحصل؟ يا الأهلي هاي غريبة مش قادر يعني إيه تمسك مستوى ثابت للأهلي يا إما مباراة كبيرة جدا زي مباراة البرامدز اللي فاتت يا إما مباراة سيئة جدا زي مباراة البرامدز اللي فاتت يا إما كان كويس في البرامدز؟ أنت رأيك إيه؟ نعم كانش كويس 3-0 أنا بحلل هلك منظور فني الأهلي خطف 3 جوان خمس قوار عالجون جيب 3 توفيه كبير إهمال من بيرامدز زائد ضغطه وخبرة باللعاب الأهلي بس برضو فعالية إنما أجيب تهت أهداف بالخمس فرص زي ما تقول دي ده فعالية تحسب للأهلي أنا أورا هستغل أخطاء بيرامدز با هو بيرامدز كان فيه أخطاء من النادي الأهلي وضيعه جنين تلا ومستغلاش فده برضو نجاح ليه الأهلي؟ حلو أنا مقولكش مش نجاح بس على المستوى المحلي لا فيه فرق دلوقتي لا بتشتغل مجهزة يعني المصان داونز يبقى عنده عاشر نقط والأهل أربعة وبعدين مش كل مرة هنعتمد على التوفيق بس أنت ثلاث فرق دلوقتي أربعة دي ما يقولكش أن الهلال ممكن يصع طبعا عايز أقولك على حاجة الأهل الهلال هنا ولو المريك مش هيتلعب هنا الأهل عنده مشكلة جمدة جمدة جدا أنا بكلمك بأمانة الأهل مش كل مرة توفيق بس هو خلاص المريك هيتلعب هنا إن شاء الله أوكي برضو مش مضمونة أبو أنت هتبطش اللي فات كان 3-2 بزبط أنا مش مضمونة ولكن الفرصة كبيرة 70-80% يعني المطشين على ملعبك وانت النادي الأهل بس بشوف بس حدث نفسك على ضغط تحت ضغط مش طبيعي بزبط المطشين دول تكون حاسم أمورك ده حليل وزيما لسان داونز حاسم أموره خلاص ده بقى نرجع له يا كابتن ليه الأهل وحش ليه الأهل وحش مش عشان اللعيبة وحشة الأهل بقى له فترة معتمد على 4-5 لعيبة بس في الملعب اللي هم شايدين العمود على اللي صامت فيهم الله أكبر عليه ويحميه الشناوي ده اللي صامت في الناس كلها